والله بعودة ورجعنا نقرأ مرة تانية وسط الحلقات الكتيرة اللي بعملها على القناة اللي بعتمد فيها على قراءة مراجع كبيرة وتقيلة بالشكل ده المراجع التاريخية اللي خلت اغلب محتوى القناة محتوى من الجلدة للجلدة لكن تحت مسميات مختلفة زي ارض الحضارة والارض المقدسة فيعني وسط الكتب الكبيرة دي كان لازم نخرج برضو ونضيف لقراءاتنا بعض الروايات اللي طبعا هتكون مسؤوليتها انها تنعش قراءاتنا شوية وطبعا ايه افضل من رواية قصيرة تقدر عن طريقها انك تنعش قراءاتك نوعا ما تخلصها طبعا في قعدة واحدة ويكون لها رسالة ومضمون والرواية اللي قررت انها تكون هي البداية للعودة كانت هي رواية الفتى المفقود لتوموس وولف الرواية اللي من اصدار دار اثر فقبل ما اتكلم على مراجعتي للرواية تأكد انك عامل لايك وشارك في القناة ومفعل التنبيئات عشان تجيلها الحقيقة اللي جاءة والباول شكرا بكل تأكيد لكل اللي بدعمونا على بيتريون بودة فون كاش وفيبل نعم بكون هنا بيخلل نستمر في انتاج وصناعة المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملكية عن طريز ورجوين اللي موجود جنب بزرور السبسكرايب وطبعا مش هنطول في المقدمة كتير لسه عندنا برواية عايزين نتكلم عنها وكالعادة قبل ما نتكلم على العمل بتاعنا هنتكلم على الكاتب نفسه توماس وولف كاتب امريكي اتولد سنة 1900 ومات وهو شاب سنة 1938 اغلب رواياته كانت بتتكلم عنه وهو شخصيا تقريبا كل الروايات بتاع توماس وولف هنشوف فيها ملامح كتير عن حياته والتغيرات الكبيرة او الصغيرة اللي كانت بتحصل فيها وانعكاس ده على شخصيته كانسان وبالتالي ككاتب طبعا ومن رحم حياة توماس وولف جات روايته القصيرة الفتى المفقود اللي طبعا قصتها حقيقية من حياة الكاتب واللي هنتكلم عنها دلوقتي من غير حرق رواية الفتى المفقود بتحكي عن أخو توماس وولف الكبير واللي كان اسمه جروفر الولد الأمريكي المتحمس المثالي الطفل المحبوب من عائلته واللي بنفهم انه كان صاحب تأثير كبير على العيلة كلها لكنه بيموت بسبب حمى التيفويد وهو صغير في السن وما كملش 15 سنة حتى الحاجة اللي تعتبر هي محور الرواية بتاعتنا لان الرواية بتتكلم عن تأثير موت جروفر على العائلة بالكامل وبتتكلم عن موت جروفر من أربع وجهات نظر من العائلة كل وجهة نظر فيهم موجودة في فصل مستقل عن غيره والرابط معروف ومؤثر وهو وفاة شخصية مؤثرة على أصحاب وجهات النظر دي الكاتب بتاعنا كان واحد من ضمن الشاهدين على الحادث المهمة والمحوردة وكان طبعا واحد من الشاهدين على كل وجهات النظر دي فكان بديهي بأن تناول الكاتب لأحداث الرواية يكون في أصدق ما يكون والرواية زي ما قلتلك بتتكون من أربع فصول خلينا نفصل كل واحد فيهم ونفهم إيه الإيجابيات والسلبيات فيه الفصل الأول بتقدر تسميه باختصار بجسالة حب من الكاتب لغرب أمريكا وقتها المكان اللي أحداث الرواية بتحصل فيه والمكان اللي نشأ فيه توماس وونف وأخو جروفر والفصل ده كان فيه إبداع فيه الوصف الدقيق للمجتمع الأمريكي وقتها اللي كان موجود فيه كل الطبقات وكل الأشكال من الناس بكل الصفات وكل الطباعة الكويس منها والوحش وبالتالي المهمة كانت صعبة جدا في نقل الواقع المعقدة وده ما كانش إطلاقا اللي انت بتحسه أثناء قراءة الفصل الأول يمكن الخدم الكاتب إنه بالفعل كان معاصر للفترة دي أمريكا سنة 1904 وكان فيه حدث حقيقي هو اللي بيحرك دفة الأحداث الحدث اللي بالفعل عدى على كل طواقف المجتمع وظروفه واللي كان بيحرك بكل سلاسة عين القارق معاه وبيعديه على كل تفاصيل المجتمع والواقع بتاعه بدون تحميله أكتر من اللي كان عليه بالفعل بكل تأكيد كان فصل معقد جدا لكنه في نفس التوقيت كان متقن جدا وكان جيد من حيث طبعا الاختيار للموقف نفسه وطريق التناوله لكنه على الرغم من الرشاقة اللي كانت موجودة فيه إلا إنه برضو ما كانش أفضل جزء من أجزاء الرواية وخلينا ندخل على الفصل الثاني اللي كان فيه محاولات للكاتب إنه ينقل لنا صورة عن شخصية جروفر الفصل الأول كان بيتكلم على الواقع اللي هو كان عايش فيه والتاني بنتكلم على الشخصية بتاعتنا جروفر اللي كان الطفل الأمريكي المثالي اللي كان فيه على الرغم من صغر سنه تفاصيل كتيرة نطجة وجميلة وإن كان بيقابلها في نفس التوقيت صفات تانية قبيحة بالنسبة لنا النهاردة تم نقلها بشكل أقرب للواقعية المطلقة من غير طبعا ما يكون فيه تجميل زيادة لإن وقتها ده كان الطبيعي وقت أحداث الرواية هو ده كان الشخص المثالي فبالتالي الكاتب ما كانش محتاج يبذل مجهود في تجميل الشخصية أساس العمل عندنا كان نقل الصورة الواقعية وده كان بيتم على أكمل وجه سواء في الفصل اللي فات أو في الفصل ده واقع الرواية كان بيقول لنا إن الشخصية المثالية وقتها في المجتمع الأمريكي إنه كان لازم يكون شخص عنصري وبيمارس عنصريته دي على الأقليات وتم عرض ده في الرواية بشكل إحنا ممكن نعتبره النهاردة إنه بجاحة لكن الغريب في الأمر واللي كان مضحك شوية إن ده كانت طبيعي وقتها الشخص الأبيض كان بيتعامل بالشكل ده مع الأقليات فكان برضو فصل جيد وبيضيف للعمل أبعاد مختلفة وبيكمل طبعا الصورة اللي الفصل الأول كان بيرسمها عن المجتمع الأمريكي والفصل الثالث بقى بعد ما نقلنا صورة المجتمع الأمريكي وفهمنا شخصية جروفر كان وجهة نظر شخصية من الشخصيات اللي موجودة في عائلة جروفر وهي أخته واللي من وجهة نظري إن الفصل ده كان فرصة ضائعة في الرواية أكتر فصل حسيت إن فيه تخبط كبير جدا في الترجمة واللي طبعا ما كانش موجود فيه التلات فصول التانيين تلاتة من الأربع فصول الأول والتاني والرابع كان فيهم تمكن حقيقي من المترجم والإخفاق من وجهة نظري كان فيه الفصل التالت بس اللي في أغلب فترات القراءة جواه حسيت إن المترجم كان بيترجم ترجمة حرفية من غير ما يبذي المجهود في تنسيق الجمل الحواري بشكل يخليك أنت ققارئ إنك تفقد الاهتمام بالفصل ده من الأساس وأيوة الترجمة وصلتني لده بالفعل ولولا إن الرواية كانت قصيرة ما ظلنش إن حظها معايا هيكون كويس بسبب فصل واحد الترجمة فيه كانت مضطربة يمكن لو كانت الرواية أكبر من كده كنت هكون محبط جدا وبالمناسبة دي تعتبر ميزة عند بعض الناس إن المترجم قدر فعلا إنه ينقل الصورة الحقيقية للنسخة الأجنبية من العمل لكن أنا بتبنى مدرسة تانية بتبنى مدرسة إن المترجم ليه الحق إنه يضيف على العمل طالما العمل مش قادر إنه يوصل المفاهيم دي عند المجتمع العربي أو عند القارئ العربي يبقى أنا مسئوليتي كمترجم إني أضيف شوية كلمات أو شوية جمل تقدر إنها تحسن من جودة العمل مع الإخلاص للصورة اللي الكاتب في الأساس كان عاوز يرسمها علشان طبعا العمل اللي بيتقدم لي أنا كشخص عربي يكون مناسب ليه فأنا ما عنديش مشكلة إنك كمترجم أو محرر أو أيا كان مين الشخص اللي بيشتغل على النقطة دي إنه يضيف بعض حروف الجر يضيف بعض الجمل اللي تعمل ترابط بين الجمل الأساسية في الرواية تربط المواضيع مع بعضها بحيث إنها تزود اتصالي أنا مع الأحداث وده طبعا ما كانش موجود في الرواية فبالتالي دي كانت مشكلة عندي بس في الجزء ده ما أقدرش أعلق عليها أكتر من كده لأن الجزء الرابع كان هو الجزء المتكامل بالنسبة لي والجزء الرابع أنا باعتبره هو درة تاج الرواية الفصل اللي فيه بنضيف أبعاد كتيرة جدا بنناقش فيه تحولات المجتمع نفسه وتأثرها على الكاتب صورة الماضي اللي فيه حاجات كتيرة فيها اتغيرت وفيه حاجات تانية ثبتت مكانها علشان نبدأ نفهم فعليا إيه اللي كان توماس وولف عايز يوصله لينا من العمل ده بتبدأ الرواية تتخلى من فكرة الرثاء شخصية لإن الرواية تكون رثاء للماضي كله بكل ما في الماضي ده من جمال أو قبح حبيت طبعا في الفصل ده المشاعر المضطربة وخروج الكاتب من فكرة إنه هو الحاكي لفكرة إنه يكون المتحدث هو بيتكلم عن نفسه وعن مشاعره الداخلية وإحساسه بشكل مباشر الارتباك واللهفة والمسئولية والوحشة كلها وغيرها من المشاعر تم تقدمها بشكل أكثر من رائع في الفصل ده علشان يكون بكل تأكيد هو الفصل الأفضل بالنسبالي واللي ختم الرواية بشكل أكثر من رائع في النهاية الرواية جيدة محتاجة بس قارق يكون بيستمتع شوية في التفاصيل لإن أغلب الكلام اللي مكتوب في الرواية كلام غير مباشر مفيش في الرواية اعتماد كبير على الجمل الحوارية لكن بكل تأكيد الكلام اللي مكتوب في الرواية قادر إنه يلمس القارق اللي مستعد يفهمها ومحتاجة قارق مستعد إنه يقرأ تجارب جديدة في الكتاب على الرغم من إن الرواية مكتوبة في تلاتينات القرن اللي فات مبسوط طبعا إني رجعت للقراءة بعمل خلاني أتحمس أكتر للقراءة وخلاني عاوز أجرب حاجات جديدة أقرأها فلو قرأت الرواية دي قولي رأيك تحت فيها في الكومنتات هل إنت مع رأيي مش مع رأيي بعد ما شفت الحلقة متحمس إنه إنت تشتري الكتاب ولا لأ كل دي حاجات عاوزيني يتناقش فيها تحت في الكومنتات عجبكم من الجلدة للجلدة يتأكد أنك عامل لايك ومشارك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجريعك حيات اللي جاءة أو البول حمسوني إني أرجع أقرأ مرة تانية ونزل مراجعات هنا على القناة بكل تأكيد شكراً للمرة التانية لكل يدعمونا على باتريون وفودا فونكا شوفي بال دعموكم لينها ولو بيخالينا عندنا أرياحية في صناعة المحتوى كمان شكراً لكل المنتسبين على القناة اللي بيعملوك عن طريق زرار جوين اللي موجود جنب زرار سبسكرايب لو حيب تكون من ضمنه هتعملك عن طريق الروابط والأرقام الموجودة تحت زرار اللايك وبس كده السلام عليكم اشتركوا في القناة